هل يؤمن الأدفنتيست السبتيون بأن السيد المسيح هو الله الظاهر في الجسد أم أنه مجرد بداءة خلقة الله لهوت السيد المسيح هذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج تكلم يا رب فابقوا معنا مرة أخرى برحب بكم أحباء المشاهدين والمشاهدات القرام والنهاردة موضوع حلقتنا من المواضيع أيضا التي يصار عليها الجدل من هو السيد المسيح؟ ماذا تعتقى كنيسة الأدفنتيست السبتيين في شخصه الكريم؟ البعض بيظن أننا بالنادي أن السيد المسيح ما هو إلا بداءة خلقة الله أو إله وليس هو الله فهل هذه هي الحقيقة؟ لأن كتير للأسف في كتاب مثلا اسمه لهوت المسيح في الخاتمة بيقول ويصلح هذا الكتاب للرد على الأدفنتيست السبتيين وشهود يهوى وقررنا إحنا الاتنين مع بعض أو قررنا الأدفنتيست بشهود يهوى على أساس أنهم طيفة واحدة أو معتقد واحد بخصوص السيد المسيح فهل هذه حقيقة؟ بالتأكيد لا دي مش حقيقة في كتاب الأدفنتيست السبتيين أو إيمان الأدفنتيست السبتيين تعالوا نقرأ مع بعض أحبائي ماذا تؤمن كنيسة الأدفنتيست السبتيين عن لهوت السيد المسيح؟ من هو السيد المسيح؟ في الفصل الرابع وعن أو تحت علوان الله الإبن هنقرأ الملخص يقول يؤمن الأدفنتيست السبتيون أن الله الإبن السرمضي تجسد في يسوع المسيح به خلقت كل الأشياء وأعلنت شخصية الله وتم خلاص البشرية وأدين العالم إذن هو حقا إله إلى الأبد أصبح أيضا إنسانا حقا يسوع المسيح لقد حبل به من الروح القدس وولد من العزراء مريم لحد كده أحبائي الكلام واضح أن الكنيسة بتؤمن أن السيد المسيح هو الله الظاهر في الجسد فكيف بينينا هذا الإيمان؟ أو هذه العقيدة؟ إيه الآيات الكتابية اللي دعمت موقفنا عشان نؤمن أن الرب يسوع هو الله الإبن الله الظاهر في الجسد كان موجودا قبل الولادة إلى الأبد سيكون موجود أيضا تعالوا أحبائي نعرف ما رأي الكتاب المقادس إيه الآيات اللي بتدعم إيمان هذا في أكتر من سبب بيدعم أن السيد المسيح ليس مجرد مخلوق وإن كان حتى زي ما بيدعى البعض إن هو بداية خلقة الله هو البكر هو كذا هو كذا لا ده هو أكتر من مخلوق لا ده هو الله ذاته أول شيء إن فيه آيات صريحة بتتكلم عن السيد المسيح إن هو الله وأشهرهم بالتأكيد أول آية في يحنى واحد وعدد واحد في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله وعدد 14 بيوضح لنا والكلمة صار جسدا وهنا بالله إن الكلمة كان عند الله والكلمة نفسه كان هو الله مساوي لله ما فيش اختلاف مش هو زي ما بعض الترجمات بتقول إن هو كان إله لا في الأصل اللغوي في الأصل اليوناني أقدم الترجمات أو العفوان المخطوطات اللي موجودة عندنا هي الله والكلمة كان الله الكلمة الله دي أول آية الآية التانية لما السيد المسيح بيتكلم مع اليهود وبيقول لهم أنا والآب واحد عشان كده أول ما سمعوه أنت والآب واحد واحد إزاي أخذوا حجارة وعايزين يرجموه إزاي ده يحصل أنت والآب واحد يعني أنت ربنا وده اللي فهموه فعلا عبرانيين واحد تمانية النبوة اللي تقالت على السيد المسيح عن الله الإبن وأما عن الإبن كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك كرسيك يا الله بيتكلم هنا عن مين عن الإبن إذن الكلمة كان الله إذن أنا والآب واحد إذن الإبن كرسيك يا الله هذه آيات صريحة لا تدع مجال الشك في شخصية رب يسوع تعالوا نشوف الصفات الموجودة في الرب يسوع والتي لا تتفق مع غيره من الكائنات الأخرى الصفات اللي موجودة في الرب يسوع التي تتفق فقط مع صفات الله ولا يمكن أن تكون فيه أي مخلوق آخر من هذه الصفات أول حاجة الرب يسوع هو الخالق طب مين الخالق مين الخالق غير ربنا مفيش مفيش تعالوا نشوف مثلا في إنجيل يوحنى واحد وعادة تلاتة بيقول كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان كل شيء كل الخالق اللي حوالينا بالمسيح وجدت وبغيره من دون المسيح لم يوجد أي شيء ده معنى إيه؟ ده مش معنى أنه هو آداف الخالق لا ده هو الخالق بكلمته قال الله قال فليكن نور هو الذي نطق وقال ليكن نور فكان نور ليكن كذا فكان ليكن سماء ليكن شمس ليكن قمر فقال رب يسوع هو الخالق يبقى مين الخالق مين هذا الخالق هل هو مجرد نبي هل هو مجرد ملاك عظيم هل هو مجرد ردبة هل هو بداية خليقة الله مستحيل عمل الخالق هو عمل فريد وحصري لله وحده حاجة تاني المسيح قال عن نفسه لكل المجد قال لها يسوع أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا لما بيكلم هنا بيقول أنا هو القيامة والحياة ما قالش في حياة أو أنا أعطي حياة وبس لا ده أنا نفسي الرب بيكلم عن نفسه وبيقول أنا نفسي الحياة بدونه لا توجد حياة وعشان كده في نهاية الأيام كل الذين رقدوا سيأخذون حياة باسم الرب يسوع بقوة الرب يسوع لأن فيه كانت الحياة طب مين الذي من الذي يستطيع أن يعطي الحياة غير الله مين اللي يقدر يدي الحياة غير ربنا ايه تاني الرب ليه حياة في ذاته قال كده في يحن 5.26 لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أيضا أن تكون لها حياة في ذاته حياة في ذاته هو مصدر الحياة وماذا أيضا كذلك الرب يسوع هو الذي يخفر الخطايا هو الذي يخفر الخطايا نقرأ في إنجيل متى 9 وعدد 6 لما بيتكلم وبيقول للمفلوج اللي قاله مخفورة لك خطاياك بيتكلم بعد كده الناس زهلت حواليه وقاله هذا يتكلم بتجديف من يستطيع أن يخفر الخطايا غير الله مين اللي يقدر ما وإحنا بنغلط في حق ربنا الله هو اللي بيحاسب الله هو اللي بيدين ما فيش إنسان مهما على مركزه يستطيع أن يخفر خطايا الإنسان فشوفوا رد الرب يسوع وقال إيه ولكن لكي تعلموا أن ابن الإنسان أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يخفر الخطايا حين إذن قال للمفلوج قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك مين اللي يقدر يخفر الخطايا غير ربنا مين يقدر يسمحني على شروري غير ربنا مين يقدر ينسى الماضي بكل أثامه وأخطاءه غير الله نفسه الرب يسوع قدر يبقى إذن الرب يسوع هو الله لأنه بيخفر خطايا البشر أيضا الرب يسوع هو الله لأنه عالم بكل شيء ولا يخفى عليه أي شيء عالم بكل شيء كلي العلم كلي العلم هو يعلم كل شيء عشان كده الكتاب بيقول في كلوسي 2 وعدد 3 عن الرب يسوع المضخر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم جميع كنوز الحكمة والعلم من غير الله كلي الحكمة وكلي العلم هل نبداعي أن في ملاك أو رئيس ملايكة أو أي الرطبة كانت مهما كانت في تخيلاتنا أنه ممكن يكون كلي الحكمة أو كلي العلم وما يكونش هو الله مستحيل ضي صفة أساسية من صفات الله أنه هو العليم العليم كلي العلم عالم بكل الأشياء ولذلك فالمسيح هو أيضا الله أيضا يا أحبائي الرب يسوع كلي الحضور والله وحده هو كلي الحضور في متى 28 وعدد 20 قبل ما يصعد الرب يسوع إلى السماء بيكلم تلاميزه وبيقول لهم وهأنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الظهر كل الأيام إزاي أنت هتطرقنا دلوقتي بالجسد هيبقى فيه ألفات السنين ألفين سنة على الأقل من صعود المسيح للآن فكيف هتكون زي هتكون معانا يا رب ليقول أنا معاكم كل الأيام كل الأيام يبقى لازم تكون موجود في كل مكان أيضا لأن التلاميذ ما عادوش في مكان واحد تتفرقوا والمؤمنين بالمسيح موجودين في كل العالم في كل بقاع الأرض طيب مين اللي يقدر يقول أنا موجود في كل مكان وفي كل وقت غير الله مين غير الله فهذه الآية تؤكد أن المسيح هو الله الظهر في الجسد أيضا دليل آخر لا يتغير فيقول في رسالة العبرانيين 13 وعدد 8 يسوع المسيح هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد مين الذي لا يتغير غير الله المسيح لا يتغير إذن المسيح هو الله أيضا بيتكلم عن الرب يسوع بيدله صفت لا توجد غير فالله هو القدوس إحنا قدسين كمؤمنين لقنا الله قدوس منبع القداسة رأس القداسة مصدر القداسة في لوأة 1.35 فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله هو قدوس ما تقلش على أي نبي على أي ملاك أنه هو قدوس في قدسين لقنا الله الوحيد اللي قدوس أخيرا يا حبائي دليل آخر المسيح هو الديان في إنجيل متى 25.31.32 ويكلم على نهاية الزمان ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائقة القدسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار مين اللي يقدر يدين في النهاية غير ربنا من شاء الله هو الوحيد اللي ديان هناك الكثير من الأدلة الأخرى الذي تثبت أن المسيح والله ليس لها مجال الآل لكن سنقذها إن شاء الله في حلقة قادمة إن شاء الله فالآن أحبائي ثق أن الذي فداك ليس مخلوق ولكن هو الله الذي أحبك الذي بزل نفسه لأجلك لأنك أنت ثمين في عينيه لأنك أنت مهم في نظره لا يطلق أن يباركنا في اسم المسيح أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر